مرحبا حبايبي فيكم برج الحوت. شوف طاعتك اول شي هاي فترة كيف عاملا. عم بيكون في حظ. عم بيكون في مال. يمكن كار ما عم تتحقق. كرت جدا رائع. يعني هاد اروع كرت ممكن يطلع لك. آآ خلينا نشوف على شو نختار ورق. لانه كنتو حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعمل الورق تاني ما بعرف ليش. انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معي الصورة عشان يعني تفهموا معي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق. القراءات الخاصة بستعمل الورق تاني. اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معي فيه. ايه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخد القرار بقلبه. هو عنده اثنان شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي. طبعا بنت الحوت مختلفة عن شب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم بتختلف عن الشب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشب نفس نفس الصفات. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. اه ما علينا. خلينا اول شي نقرأ بشكل عام. بعدين بنشوف شوية على عاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. اوه. عم بتحاول توازن ما بين الروح. ما بين الثلاثة يعني ما بين الثالوث بيقولولو ولا. اللي هو بين الروح والجسم. شوفوا هون. هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب مثل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. مثل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك. هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا بحكي على بشكل عام يعني. انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت آآ كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر. والطرف الثاني نفس الشي. ولكن انا شايف الاكتر ما صر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلة. شعارفي شو هاي اللعبة. انت اللي بتعرف قصتها بس. آآ شايفي هون انه من شايفي انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك تحققه. اكتر اشي ممكن يكون عملي او آآ يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر آآ يعني بعد خلينا نقول في عندهم آآ سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. آآ في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم شريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. آآ قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايف العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب. انا بحكي ما بحكي لل للفئات الثانية. العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او رامل. آآ فشايفة انه هذا العائق رايح مش يعني مش ضايل هذا العائق. آآ كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف. بس انه هذا العائق راح ينشال وانت راح تكمل طريقك. وطريقك طويلة. ولكن ممتعة يعني. كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل كااة بتحب الاشي اللي بتعمله. ما ما عم تشتغل اشي غصباً عنك يحوت. عم بتعمل الاشي اللي انت. او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة يعني فيه ناس عندهم أساساً ولادة هذا الشهر أو حمل حتى وفي منهم لا بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن فرح يتحق بهذا الموضوع توازن زي اللي إشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك أو وصلك شي كنت استناء وصلك شايفي هون قلت لكم هون في موضوع عم بيكون في عائق فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني عم بتحاولوا تبعدوا أو تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض مش ان انضاف يعني عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس كمان مش بس بيت هون ممكن يكون تفسيره الكرت شوف انت عايش بين عالمين ممكن تكون عايش بين عالمين عالم وهمي خيالي طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود بيحب ايام زمان بيحب الاغاني القديمة مثلا عنده صور هيك وردية لكل شي في مخه عنده دايما نظرة معينة خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الوهم او كزا وفي عنده الواقع اللي هو عايشه فعم بعيش دائما بين عالمين هون عم بيكون في عنده عالمين في حياته لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض عم بيكون عنده توازن كبير بيحكي لك هون الرغبة الحكمة والعائل هدول الثلاث اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن حلو النجاح والنجاح على نفس المهم في هذا الكرت انا بشوفك كتير بالناس يعني بشوف في ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت عم يمكن بتدور منحها كله ماشي على المجاح انا حاسه اه من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة اذا هذا كان بشكل عام حلينا نشوف نلقي نظرة على العاطفة مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة نفس الورق هذا اللي استعملنا طيب بالعاطفة سياعة برج الحوت شو ممكن يبيّن معانا حلو ستة سبعة ثمانية في بتيسير بأمورك حبيبي برج الحوت بعدين ثمانية ثمانية في تطور روحاني عندك وعلى جميع المجالات الحياة عم تكون مش بس على العاطفة لكن احنا هون مركزين على العاطفة فتحنا على العاطفة وكارمة يعني لا منيح برج الحوت برج الحوت والدلو وطلعو ناحي الحمد لله طيب في هذا الموضوع انا بشوف انه شوف يا برج الحوت ما عم يطلع اه اوكي هاي يطلع اه في عندك تدرج في الموضوع شوف انت والحبيب كان بناتكم تجريح كان بناتكم اللي هو معركة متل معركة خلينا نقول يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة عن جد كانت انه كتير عصبته على بعض يمكن مشاكل كانت كبيرة مش شوي ولكن هاي المشاكل اه خلينا نقول يعني بدافع الحب هاي كلها رح تنقلب لحب لمثل ما انتو شايفين الكبسة دولا اه بيعبروا عن الحب يعني كلها ياتهم بعدين يعني حتى الرقم جدا حلو فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم عن جد في متل مجاكرة بناتكم متل ما بعرف اخدوا عطا طريقة قاسية طريقة مش حلوة ولكن هذا كله اه بيقلب لحب بيقولوا ما في بعض ايش ما في مش عارفه ما في بعض الحب الا العداو او ما في حب الا من بعد عداو او العكس ما بعرف يعني فهيك معنا اه هلأ مبين انه نفس الشي قلنا تمانية تمانية اه فا شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط ولكنك انت الحلم تبعه انت مثل فارس احلامه او فتاة احلامه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية عم بيتخيلك كزوج او زوجة ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كذا وعم بيشوف هذا الاشي بتحقق هذا الاشي يعني بلف بلف وبتحقق شايفة انك عم التواصل الروحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر انت بس تغمض عيونك وتتخيل الموضوع بيوصله او مجرد ما انت تفكر الطرف التاني بيفكتر فيك والعكس صحيح بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي النوع عامة شايفة انه الطرف التاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة رح خلص ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك لكن هذا انا بقولك هذا مش بهاي الفترة ممكن تكون بعديها بأسابيع او بعديها بأيام ممكن بعديها بستة ايام وستة اشهر لا حرام مش ستة اشهر يعني المهم بشوف هون الحب كيف بتطور الحب عم بيكون اول شي من سبعة ل تمانية يعني اللي هو صغير لكبير عم يكبر الحب بيناتكم انتم فكرين بأوقات البعد عم تنسوا بعض انتم بأوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية ونارية طبعا عادي جدا اللي برجه ما بين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس طيب حباي بنشوف ازا في نصيحة شو ممكن تكون هاي نصيحة لبرج الحوت لا اه كرتين طلع لك اوكتين شوف واحد عادي واحد مقلوب خلينا نشوف ايش هم بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك ما بحكي عن العاطف يعني ممكن اي اي مجال في حياتك ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك بيقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك مش العكس هون شو كان هادا الكارت هون ياريتو ايجا يعني مقلوب كان احسن من معنى بيقول لك هون انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تمشي عليك عم تمشي مع عليك الكذبة او لكن هادا مش الشريك هدول اكتر هدول اشخاص عم بيوصلو لك كلام مش صحيح يمكن يكونوا نصابيين يمكن ما بعرف بس انه طلع لك الكارت مقلوب حبايبي برج الحوت بتمنى انه هذا الشهر يكون ايجابي حلو اه وفي شوي من امنياتكم اه بشوفكم حبايبي بالقراءة الجاية